بجد يا لزيزي أنا مش عارف أقولك إيه أنت قنقصتني حقيقي أنت إنسان قوي لا 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 حقيقي حقيقي أنت إنسان لا ما هو أنك تبقى عامل حاجة حلوة قوي كده وما تبقاش حس أنك عامل حاجة حلوة ده في حد ذاته يثبت من تجواك حاجة حلوة أنت فاهمني ولا إيه لا كل حاجة لأ لأ تسرون قوي بقولك يا لزيز هو أنت في حد في حياتك يوسف مش قصدي في الشغل قصدي في البيت يوسف ماشي عامل تقيل خليك كده أعمل هندي أوكي بتعمل يا لزيز هندي بس يا لزيز بس سيب شغلك بتعمل يا هدير سيب لزيز في حاله باش مهندس لزيز هو اللي عينه عليّ طول الوقت وأنا مفكرش في الارتباط خالص الفترة دي الحقيقة لا باين على وشك كل يعيش يا هدير ها كل يعيش ما راح أفضر أوكي بسي بقى لزيز دول مروه والشيف صحابي من قبل المدرسة عايزين نعمل لهم فرح الليس كلها تتكلم عنه بس الغريبة أصلاً هم ما يتجوزوا انتحنا من وحنا صغيرين منزمينهم نايرونية لا تعيب تعيب سكوتي موضف دحان وش غرص أهلاً أهلاً مروه والشريف يا زورة ازايك اخبارك ايه؟ ايه؟ الحمد لله بنته كمان قوي دي زنبا ماي أسيستنت ايه؟ ده انت كنت ببادلها جداً تكتر جالك كم استدعاء وليه قبر سببها؟ ولا انت؟ فاكرة القلم اللي طشتهوله في فص الفصحة ده لسه بيستمع في ويدني لعد النهاردة والله خلاص بقى صارك ونصغيرين بقى وشاوة عيال بقى انت فاهمك كده بصي بقى صارك احنا جايين لك النهاردة عشان اتفق على الفرح اللي انت هتعمليهن ومحتاجين كل حاجة تبقى مختلفة من أول الامفتيشن بتاعت الفرح تفتكري يا زم ما نقدر نعمل ايه في موضوع الامفتيشن نكتب شلوني بحنية دي ماما تعبد فيا ليه وانا سويق توك توك فرح يا زم فرح يا بيت فرح نكتب زفافي الاستاذ شريف على الانسة ام انا ايه؟ لا ام ليه ومروة حرام ما نكتب اسمه مروة نكتب زفافي الانسة مروة على الاستاذ اس يعني مروة مش حرام شريف حرام في ايه يا صارة ما نكتب يا جماعة مروة وشريف صارة هي اكيد متلخبطة لا خالص دي كرياتف جدا بس تيساكدها بتحب ايه تفكت برا الصندوق